اشتركوا في القناة اللي بالتأكيد شرح التفاصيل وكواليس عديدة متعلقة بإقامة مباريات كأس فيفا انتر كونتينتل في الفترة من 11 حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل النهاردة تفاصيل كثيرة التذاكر حضور الفرق صفر الجماهير كمان ورشة عمل اتبدأ من مساء اليوم حتى صباح يوم الخميس 48 ساعة حاسمة لشرح تفاصيل كثيرة جدا لمسؤولي النادي الاهلي من خلال ورش عمل بحضور الاهلي وريال مدريد وباتشوكا المكسيكي ومندوبين عن فرق الدرب الأمريكتين مع مندوب الاتحاد الدولي اللي بالتأكيد هيعمله تفاصيل كثيرة جدا خلال الساعات القادمة بشأن مشاركة الاهلي في مباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر حلقة فاكة وليس كتيرة تفاصيل مهمة لسه مستمرين طبعا في الراحة السلبية للفريق واستناف التدريبات هيكون يوم الجمعة المغبل لكن قدر الإمكان بنحاول نكون معاكم كل يوم بكل الجديد عن مشاركات الاهلي الفترة اللي جاية إفريقيا ودوليا وفي نفس الوقت النهاردة كمان عندنا تفاصيل متعلقة باستعداد الاهلي لمباراة الاتحاد السكنداري ملف المصابين عودة الغائبين مين اللي هيستعد في الفترة اللي جاية مع كولر لمواجهة الاتحاد السكنداري طيب قبل ما أدخل في أي تفاصيل طبعا إحنا كلنا زعلانين من نتيجة منتخب مصر الناشئين اللي كان بلعب بالأمس في المغرب في بطولة تصفيات تحت 17 سنة والخسارة من المغرب 5 واحد أنا على مدار 15-20 سنة في المجال ده ما شفتش أسوأ من المرحلة اللي بتمر بيها الكرة المصرية زي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ما شفتش أسوأ من كده الناس ممكن تتخيل أن ممكن المشاكل الإدارية أو التخبط الإداري أو مجالس إدارات الاتحاد أو الناس اللي بتشتغل في الاتحاد الفترة الأخيرة ممكن تكون فترة وهتعدي أو خلاص نستحمل الشهر اللي جاي وهيجي مجلس جديد الموضوع أعمق وأكبر من كده مصر على المستوى القروي تخسر في فرق ثلاث شهور من المغرب على المستوى الأولمبي بسوداسية وعلى مستوى الناشئين بخماسية كبيرة وصعبة قوي مصر اللي أسست الاتحاد الإفريقي الناس لازم تفوق وتاخد بالها من النتائج اللي وصلت لها كرة المصرية على مستوى المنتخبات هل تتخيلوا أن حتى على مستوى المنتخب الأول على مستوى المنتخب كرة الصلاة كرة الصلاة اللي بتخسر في المغرب وما بتتأهلش الكاس عالم كرة الشطائية بتنظمها في مصر وبتخسر وما بتتأهلش كاس عالم ناشئين بتخسر أولمبي بتخسر الأول ما بتحققها شيء نتائج صعب أول يا جماعة على الكرة المصرية أنتوا عارفين لولا البطولات اللي حققهاها الأهلي آخر سبع ثمان سنين أو آخر عشر سنين من 2014 ل2024 مش عايز أرجع وراء كتير يعني بس آخر عشر سنين لولا بطولات الأهلي على المستوى القرى ومشاركاته مع الفيفا على المستوى الدولي ما كنتش هتشوف الخريطة مش هتشوف مصر على خريطة الكرة الإفريقية ولا العالمية هل وصلت أو وصل تخطيط الكرة المصرية للمرحلة دي أن لولا النادي الأهلي بإنجازاته وبطولاته على المستوى القرى وعلى المستوى الدولي تبقى الكرة المصرية مش على الخريطة خالص كبيرة قوي وصعبة قوي ومع ذلك على فكرة رغم إنجازات الآله ونجاحات الآله برضو الآله بيتحارب وعنده مشاكل كتير بيواجهها هنا حتى في الشأن المحلي سواء من اتحاد الكرة من لجان المسابقات من لجان الحكام من لجنة الانضباط من لجنة الشؤون اللاعبين تفاصيل كتير قوي ومشاكل كتير شفناها على مدار السنين اللي فاتت ومع ذلك الآله بيشرف الكرة المصرية إيه الإضافة اللي أضفتوها مشاكل في قطاعات الناشئين اللي قاله كابتن بدر راجب أول مبارح في حلقة الترينت شفناها مبارح في الملعب لعيبة مش منسجمة جهاز فني مظلوم اختار لعيبة في الآخر طلعت مسننة فين دور قطاعات اتحاد الكرة فين دور البراعم فين دور قطاعات الناشئين فين دور الأندية حدش عايز يشتغل ولما ييجي الأهل يشتغل بتلاقي بقى الهجوم والحرب والمشاكل كلها بتتصدر للنادي الأهل أتمنى في الفترة اللي جاية أو الحكبة اللي جاية الناس اللي جاية حتى لو في منهم مجموعة قديمة تتعلم من الدرس لأن بصراحة المشهد كله مش هيتحمل أي خسائر تاني كل المنتخبات خسرت خسرت من المغرب خسرت من السنغال خسرت من تونس حتى على المستوى الودي إيه الإنجازات وإيه تاجلت حقاقت في كل المنتخبات ولا حاجة المحصلة سفر مين المسؤول عن ده؟ مين اللي هيتحاسب على ده؟ في حد يقدر يطلع يقول لنا أنا مسؤول عن كذا أو أنا أخفقت في كذا كله بيستخبه لكن ساعة لما يكون فيه إنجاز أو نتيجة إيجابية بتلاقي المشهد ليه مئة واحد كل واحد عايز يظهر في اللقطة لكن أول ما تلاقيه خسارة مفيش وعايز أقول لك على حاجة بص على الرسال بأعسات اللي بتسافر حتى مع المنتخبات في الفترات الأخيرة هم أساساً مش مركزين مع الاتحاد ولا ما المنتخبات اللي عنده برنامج واللي عنده شركة واللي عنده شغل واللي عنده واللي عنده واللي عنده إيه اللي بيقدموا للعبة؟ مفيش بل بالعكس بيصدروا مشاكل بيصدروا أزمات بيطلعوا في الإعلام يقولوا كلام غلط وفي منهم بيطلع في الإعلام يقولك أنا معرفش محدش بلغني أنا موجود في البلد محدش قال لي للأسف الكورة كانت بتضرب الشكل ده عموماً هو شهر بس مش عايز أقولها هنستحمل ونشوف اللي جاي أتمنى بإذن الله بإذن الله يعني في الوجوه اللي جاية للفترة اللي جاية تتعلم شوية من الأخطاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت لأن القرى المصرية بأمانة يعني تستحق أفضل من كده بكتير والحمد لله لولا النادي الأهلي ما كانش يبع عندنا محتوى حتى في الإعلام الرياضي في مصر نتكلم عليه منديال أندية كأس فيفا انتر كونتينيلتا البطولات إفريقية مشاركات عالمية بتكسب بطل أسيا مرة واثنين وثلاثة فالحمد لله إنجازات الأهل يعني مديها مساحة شوية في الإعلام الرياضي نتكلم في تفاصيل إيجابية عن المشهد العام اللي بيحصل فيه الكرة المصرية عموماً دي كانت جزئية مهمة جداً عايز أتكلم عليها بالمناسبة النهاردة نحن عامين فقرة فنية مختلفة شوية وطبعاً في بداية الأسبوع وقال معنا الكابتن بدر رجب جزء فن مهم جداً واحد من نجوم النادي الآلي بالأمس كنا بنتكلم في فقرة الصحافة والإعلام الرياضي والصحافة إزاي شايفين الأضايا اللي موجودة على الصحر يا دي النهاردة عندنا جزء متعلق بالتاكتك أو الشغل التحليل الفني هنتكلم مع كريم سعيد المحلل الفني ورئيس تحليل موقع يلا كورة عن مبارتي مصر مع الرأس الأخضر وبيتسوانا هنتكلم على النهاردة موضوع فيفا انتر كونتينيلتل والتحضير لمواجهة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر دوري أبطال إفريقيا والانطلاقة بإذن الله إن شاء الله يوم 26 نوفمبر أمام استاد أبيتجان النهاردة كمان عندنا مفاجآت إيجابية وأخبار حلوة جداً عن كيف يستعد استاد أبيتجان لمواجهة الأهل وهو عنده مدير فني عمره 27 سنة فالحلقة فاكه وليسوا تفاصيل كتيرة جداً ولكن بقى عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز حضراتكم تواجهوا رسالة لنجوم المنتخب قبل مواجهتي كافيردي وبيتسوانا لكل يدخل إيجاب معنا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وإنستجرام وعبر منصة إكس وبالتأكيد هستعرض كل تعليقاتكم في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الإعلان عن تفاصيل كأس القارات للأندية بمشاركة الأهلي وفي التريند المحلي المنتخب يواصل الاستعداد لمواجهتي كافيردي وبيتسوانا وفي التريند العالمي برشلونة يدخل السباق للحصول على خدمات مرموش عمر مرموش عايشين معاه حالة جميلة جدا في الفترة الأخيرة وتحديدا في مباريات البندزليجا في الدولة الألمانية النهاردة لما تسحى كده وتلاقي أكبر المواقع والصقف في كتالونيا في برشلونة بيتكلموا على أن برشلونة بيفكر في عمر مرموش ده يندل على شيء بدوننا عندنا مواهب وكوادر ولكن محتاجين تخطيط جيد عشان يكون عندنا صلاح ومرموش وعشر زيهم في المنتخبات الوطنية خلال السنوات اللي جاي نخرج إلى فاصل ثم نواصل ندخل بقى في الأخبار الإيجابية والأخبار الكويسة والحاجات العالمية اللي أكيد بتأمل انتعاشة في الميديا وفي الإعلام الرياضي في مصر وحتى على المستوى العربي نهاردة بإذن الله النادي الأهلي متواجد في حفل عشاء الاتحاد الدولي بيقيمه في الدوحة في قطر على شرف الأندية المشاركة في بطولة فيفا انتر كونتينلتل نهاردة الأهلي مع ريال مدريد مع باتشوكا المكسيكي مع وفود الأندية مندوبي ديربي الأمريكتين اللي هيشاركوا بالتأكيد في مباراة يوم 11 ديسمبر نهاردة متواجدين في قطر والمهندس سامير عدلي ممثل النادي الأهلي في هذه الزيارة وفي ورش العمل وفي هذه الاجتماعات النهاردة هيصل مساء اليوم أو خلال ساعة بالكتير إن شاء الله إلى مطار الدوحة عشان يبدأ الشغل من النهاردة بالليل وتختتم كافة الاجتماعات بإذن الله صباح يوم الخميس التعرف على فنادق الإقامة التعرف على ملعب التدريب زيارة ميدانية لملعب 9-7-4 ليصديف مباراة كأس التحدي يوم 14 وأيضا زيارة ستادلو سيل اللي هيصديف الفاينال مع ريال مدريد على كأس انتر كونتينلتل وأنا تمنى يا رب بإذن الله للنادي الأهلي يكون ممثل فيه اللقاء الختامي والمباراة النهائية نهاردة اللجنة المنظمة المحلية عملت مؤتمر صحفي مهم جدا كشفت من خلاله تفاصيل عديدة أولا سعر تسقرة مباراة الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي مع درب الأمريكتين يوم 11 ديسمبر تسقرة هتبدأ من 40 ريال في ملعب 9-7-4 اللي حاليا بيسع لحوالي ساعة الجمهرية 30 ألف مشجع سعر التسقرة هتبدأ من 40 ريال طيب تسقرة المباراة النهائية مباراة ريال مدريد سعر التسقرة هتبدأ من 200 ريال طبعا فيه اختلاف في الكاتوجري ما بين التذكر في اللقاء الأول عن اللقاء الختامي انت بتلعب مع الريال على استدلو السيل اللي استضاف نهائي كاسعالم بحضور رئيس الاتحاد الدولي وكافة رؤسيها لاتحادات القرية فالحدث قرنفال كبير جدا الحاجة التال دي أو التالتة التذكر في فئتين وعيد مختلفة اولا اللي عنده الفيزا اللي متعاغد عليها مع الاتحاد الدولي وهو قراء رئيس الاتحاد الدولي ده من خلاله خلال التسقرة دي هيتم يعني شراءها او من خلال منصة فيفا يقدر يشتريها من يوم 14 ديسمبر اه 14 نوفمبر 14 نوفمبر طيب التذاكر هيتم طرحها امتر كل الناس من يوم 21 نوفمبر كل المباريات في قطر 11 ديسمبر كأس بطولة وميداليات 14 ديسمبر كأس بطولة وميداليات 18 ديسمبر كأس بطولة وميداليات وكل شخص يقدر يشتري ست تذاكر بحد أقصى سواء في كل مباراة على حدة مباراة 11 ديسمبر او 14 ديسمبر او 18 ديسمبر حاجة الأخيرة ودي مش اخد فيه اكتر طيب 11 و14 و18 ديسمبر ده بالنسبة لكأس فيفا انتر كونتنينتا لسه عندي خبر مهم جدا متعلق بالبطولة ولكن لا علاقة بمنديالي الأندية في أمريكا كل ده هقوله ولكن بعد الفصل زي ما شفت حضراتكم همتكلم على موضوع طرح تذاكر بطولة كأس فيفا انتر كونتنينتا ليمكني مندي الأهل منذ قليل وعبر صفحته الرسمية نشر تفاصيل متعلقة بطرح التذاكر سواء في اللقاء الأول 11 ديسمبر 14 ديسمبر و18 ديسمبر قدنكم وعلى الشاشة توقيت طرح التذاكر 14 نوفمبر لحملي بطاقة تافيزة الخاصة بالاتحاد الدولي و21 نوفمبر لبقي الجمهور عبر منصة بيع التذاكر على موقع الفيفا الرسمي 40 ريال قطري دي بداية التذاكر أو سعر التذاكر في مباراة الأهل مع الفاز من درب الأمريكتين يوم 14 ديسمبر وفي الفاينال مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 تبدأ التذاكر من 200 ريال قطري نتمنى يا رب بإذن الله نشوف دمهير الأهلي في كل مكان أنا عارف جمهور الأهلي في قطر في السعودية في الإمارات الناس كلها هتتحرك من كل الوطن العربي وأرجاء الوطن العربي عشان حضور المباراة وتشجيع الأهلي لسه كمان كمان جمهور الأهلي في مصر أكيد هيبدأ يحضر ويشتغل على فكرة الصفر ومؤذرة فريق الأهلي والأهلي كده كده لربطة مشجعين في قطر عاملة مجهود كبير جدا وسبق قبل كده وحضرنا وشوفنا فعاليات عديدة جدا بيشتغلوا ازاي على حضور الجماهير توزيع التذاكر المسندة والتيفو والدخلات والتشجيع في الملاعب هناك والتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية أكيد في الحلقات اللي جاية هيكون عندنا تفاصيل أكتر من خلال ربطة المشجعين في الدوحة وهنعرف كل التفاصيل أكيد في الفترات والأيام القادمة بإذن الله عندي كمان خبر مهم تاني وده خبر يتعلق بمنديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا احنا خلاص عرفنا وتأكدنا من خلال متابعتنا البرنامج الترندو على شاشة الأهلي وكما أعلن الفيفا بالأمس أن القرعة يوم 5 ديسمبر في مدينة ميامي يوم 5 ديسمبر الساعة الثمانية مساء بتوقيت القاهرة وعلى حسب المعلومات اللي عندنا أن الاتحاد الدولي أرسل خطاب رسمي للنادي الأهلي بضرورة تواجد ممثلين عن النادي الأهلي في مراسم القرعة في ميامي يوم 5 ديسمبر وعلى حسب معلوماتي أيضا بإذن الله ان شاء الله بإذن الله بما أن الفيفا بيدعو الأساطير لحضور قرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية فمش هتلاقي أسطورة باسم الأهلي وما كانت الأهلي أكبر من نجوم كتيرة جدا لعبه وشاركه على مدار سنوات طويلة زي الكابتن محمود الخطيب فبإذن الله ان شاء الله بدعوة الفيفا لأساطير الكرة على مستوى العالم وأحد أساطير النادي الأهلي والكرة المصرية الكابتن محمود الخطيب هنتشرف بالتأكيد بوجوده بنسبة كبيرة طبعا مع المهندس خالد مرتجي لحضور مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتطبع القرعة يكون فيها مفاجآت في أسماء النجوم اللي هتشارك في سحب مراسم القرعة في المكافآت اللي هيتم يوم القرعة الكشف عن الجواز والأرقام المالية وأيضا تفصيلة مهمة جدا متعلقة وكلنا بننتظرها وأنا بحاول كده يعني ايه مش هرتاح جل لما أجيب تفاصيلها تصنيف الأهلي في البطولة تصنيف أول تصنيف تاني شكل المباراة احنا عرضنا قبل كده ترتيب المباراة حتى المباراة النهاية كل ده احنا خلاص شرحناها مش نقصنا غير التصنيف فبإذن الله من هنا لغاية 5 ديسمبر نحاول نعرف لكم التصنيف وكل التفاصيل المتعلقة بمراصم القرعة ولكن مكانة الأهلي واسم الأهلي وتتكلم دولة الأهلي المنديالي أو الأهلي العالمي فالفترة اللي جاية هيكون فيه أحداث مهمة جدا 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 على المستوى الدولي في مشاركات تاريخية للأهلي مع الاتحاد الدولي سواء في بطولة فيفا انتر كونتنينتل أو حتى في المنديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ده كان خبر متعلق به أوراية المنديال اللي هتتنظم بإذن الله في ميامي يوم 5 ديسمبر طبعا ميامي هي مدينة في ولاية فلاريدا فانت بتتكلم بقى في أكتر من حوالي 10 ولايات هتستضيف كل الأندية المشاركة على مدار حوالي شهر في 12 ملعب اللي افتتاح في ميامي الختام يعني عارفين انتو خلية نحل هنشوفها في البطولة وكأنها تجربة مهمة جدا قبل استضافة أمريكا لكأس العالم للمنتخبات في 2026 طيب ده أمر كان مهم جدا طبعا منتخبنا الوطني كمان عايز أتكلم عليه ان منتخبنا يمكن عنده مباراة مهمة جدا على المستوى الإعداد مش على مستوى النتائج خلاص المنتخب تأهل إلى كأس الأمم في المغرب 2025 ولكن دلوقتي انت عندك مجموعة من اللاعبة بتحاول تعمل توليفة جديدة لو عندك غيابات فمثلا عندنا معلومة ان كابتن الحسار حسن بيفكر بالدافع مع أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر أو دونجا مع ناصر ماهر في نص الملعب بيفكر كمان يلعب بحمد فتحي كاليبرو متقدم أمام الثنائي حسام عبد المجيد وإحمد ربضان بيكهم في خط الدفاع رأس الحربة هل تلعب بمصطفى محمد وأسامة فيصل ولا مصطفى محمد بس يعني فيه أفقار كتيرة بيفكر فيها حسام حسن بالنسبة لمنتخبنا الوطن وعيدة غالبة بالنسبة كبيرة طبعا فيه سوليسي في وسط الملعب أمامك في فردي وده أكيد نتيجة طبعا الغيابات العديدة في بيحاول يعمل توليفة معينة في شكل التشكيل هل ممكن يدرس الدفع بإبراهيم عادل من بداية المباراة على حساب مرموش اللي راجع طبعا بعد مباراة كبيرة جدا بيأديها في البوندس ديجا ده هنشوفه في الساعات اللي جاية بالمناسبة المباراة الختمية هتكون على السادي الدفاع الجوي ستاة 30 يونيو الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة لأن الاتحاد الأفريق عايز يلعب المباراة في توقيت واحد مصر بتسوانا والرأس الأخضر مع موريتانيا ونتمنى التوفيق رب للمنتخب العربي الشقيق منتخب موريتانيا في التأهل إلى كأس الأمم في المغرب تعالي بقى نروح لموضوع مهم جدا كان ترند ترند على السوشيال ميديا وإحنا هنا الحمد لله كان عندنا السب في شرح التفاصيل دي من يومين 3 وتحديدا عقب مباراة سموحة والزمالك طلقت وقلت لخبراء التحكيم رسالة مهمة جدا ما تطلعش تعلق على لقطة أو تحلل حالة فنية بدون ما يكون عندك كاف في التفاصيل الموضوع بمعنى الناس كانت بتحاول تجد مبررات لحكام الفار وكأن حصلت مشكلة في تقنية الفار العربية ممكن فصلت منها القهربة مبررات أنا شايفها مبررات وهي ليس لها محل من الإعراب ولكن مرة الأيام واللي احنا قلناها على الحالة الشهيرة لمصطفى شلبي وهو راجع من التسلل ان الحكام في تقنية الفار مارسه مش خدوط التسلل وطبعا احنا الكلام ده قلناه وناس كتيرة قاعدت تقاوح وتقول أصله فصله قصة وحكاية تعالوا نشوف احنا قلنا ايه من حوالي يومين 3 قبل ما اي حد يتكلم في التفاصيل دي في البرامج الرياضية كلها عشان عندي تعليم مهم جدا على الحالة دي لما تنقشت انبارح في وجود في وجود مدير البرامج الرياضية في التلفزيون المصري شرح ورد وقال ايه على هذه الحالة نتابع طب أقولكم على مفاجأة ثالثة لعبة الهدف التاني للزمالك في مار مسموح اللي الكل قال عليها تسلل او مش تسلل انتو عارفين ان حكام الفار الكابتن عمر الشناوي في اللعبة دي مارسمش الخطوط أصلا حد يقول لك الخطوط كانت بايزة قص التقنية كانت فيها مشكلة انا بتحدى اي حد في اتحاد الكورة ومش هقول تسريب ان اللعبة دي حكام الفار مارسموش الخطوط ايه رأيكم ومحدش يقول لي قصت رسمت واتبعتت المخرج والمخرج ما طلحاش المخرج ما جاتلوش خطوط انا عارف بقول ايه كويس قوي فرسالة الخبراء التحكيم ما تطلعش على شاشة وتتكلم الا ما تبقى مذاكر وسائل كويس قوي وعارف اللي بيحصل في اللعبة دي هل حد هيحاسب عمر الشناوي ازاي ما رسمش الخطوط حدش هيحاسب حد محدش هيحاسب حد طيب احنا شرحنا وقلنا التفاصيل دي وبالامس صرح صوت وصورة مدير البرامج الرداء في تلفزون المصر وقال لك المخرج سأل حكام الفار فين خطوط التسلل عشان عارضها قالوا له مفيش يعني ايه مفيش ايه والخطوط قال له مفيش انتو عارفيني الحرب بيحصل ايه في المطشط دلوقتي ولا مش واخذين بالك غير وقعة مباراة الزمال وكل بانك الاهلي عندك هيه كمان وقعة تانية مش قصة التسريبات كمان لا ده الناس بأتخال في البروتوكول بتسهل المسائل مفيش يا عم خلاص مهجون التاني كده كده الزمال الكسبان ده هلسه فاقول اسبوعات تاني في الدوري ايه اللي بيتقال ده ايه اللي بيحصل ده واسمع انباراة بعد الكلام المهم ده اللي تقال ان المخرج طلب خدوط التسلل من حكام الفار وحكام الفار قالوا مفيش ان مثلا خبراء التحكم اللي موجودين كابتن جمال الغندور كابتن عصام عبد الفتاح يعلقوا يقولوا طب الخطأ فين طب الخطأ عند مين طب حاولوا يستقصوا حتى يشوفوا الحقيقة فين رغم انحنا قلنا ده من قبل ما يطلعوا قبل ما يتكلموا بس برضو ما سألوش يترد وقتها من الكابتن عصام ويجد مبرر ليهم انا مش قادر استوعب اوفهم ليه ايه المبرر بالنسبة له يقولك اصل ممكن يكون القهربة فصلت عن عربية الفار اصل ممكن يكون حصل عطل في تقنية الفار الخطوط مش شغالة طب انا هستنى تعليقك ليه ورأيك ليه ما انا هسأل اتحاد الكورة واللجنة بلاش اتحاد الكورة هسأل لجنة الحكام الجديدة كابتن ياسر عبدالرقوف وانت بتبدأ مهام عملك عندك حاجتين مهمين جدا ممكن تبقى مبادرة منك في البداية عشان تكون فيه شفافية في كافة التفاصيل وقعة الزمالك والبنك الاهلي تقول لنا بس الرؤية الفنية للجنة في الموضوع ده والواقعة التانية وقعة عمر الشناوي في مباراة سموحة والزمالك الخطوط متعملتش ليه عندك اكيد كافة التفاصيل يعني مش عايزك تعلن ايقافه مش عايزك تعلن ايقافه بس اتعرفنا في المباراتين دول نادي الزمالك في وقعة محمد عادل ومحمد سلام اميدو وفي وقعة عمر الشناوي مع طارق مجد اتكلم فنيا يعني كافة التفاصيل دي احنا عايزينها فنيا بس يا كابتن ياسر كابتن ياسر عبدالرقوف كابتن تامر دوري باقي اعضاء لجنة الحكام مش عايزين الا التفاصيل الفنية توضيح فني زي ما بيحصل في اوروبا نعم برح عرضت وقعة برشلونة وريال سوسيداد رجل لوفندي فيسكي يعني اللي استرز فرق بسنتيمترات بسيطة وده تقنية نصف آلي الدين هي لكة قلبت ومع ذلك رغم ان هي تقنية نصف آلي ما فيهاش زار ما فيهاش مجل الخطأ ولو بنسبة واحد في المية ولكن مع ذلك خرجت لجنة الحكام في بيان رسمي شرحت ووضحت كل حاجة حسنا دلوقتي لعبنا الاسبوع الاول في مشكلة الاسبوع التاني في مشكلة ده انت بتخالف البروتوكول الحاجات دي لو رحت للأيفاب فيها سحب رخصة والله العظيم يا جماعة فيها سحب رخصة يعني لا الكابتن جمال غندور عايز يعني يواجه الحكام بأخطأهم ولا الكابتن عصام عايز يواجه الحكام بأخطأهم وبيزعلوا لما بيقول عايزين خمير أجنبي وبيزعلوا ولما بيقول رأينا في المسائل اللي زي دي يبدأ بيطلع هو يحلل ويقولك ما انت مش خسران ولا انت مش عارف ايه ده انت بتكسب كل البطولات وكي ان عقاب ليه انا بطلب خمير أجنبي فيطلع يحلل الحالات بطريقة معينة عشان يتقال انت بتطلب خمير طب قادي الحالات هي ما فيقاش مشاكل انا بأجيب لكم الآخر هما بينقش المشاكل التحكمات بالشكل ده ويعني والله مش عارف اقولك بصراحة على المشهد كله للمشهد كله بصراحة مرتبك وقعتين في الاسبوع الاول والاسبوع التاني محدش قادر يطلع يبرر على المستوى الفني ازاي ده حصلت وازاي ده حصلت ازاي ده حصلت وازاي ده حصلت عموما هنستنى ونشوف اللي هيحصل في الايام اللي جاية لعل لو عسى بعد الاجندة الدولية ومع انطلاق الدوري الاسبوع اللي جاي بواجهة اليال والاتحاد تكون اللجنة عن ده تفاصيل فنية تعلنها لنا ولكن لما لايه عمر الشنوي تاني او اشوف موقف عادل محمد سلاميدو بيتقرر تاني هتبقى المسابقة كده من اولها بازت من الاخر دي كان التفاصيل مهمة جدا كان لازم نتكلم عليها النهاردة خاصة بعد ما خرج مدير البرامج الرداء في تلفزيون المصري واكد واعلن ان خطوط التسلل ما جاتلوش فيه للمخرج في عربية الفاروة وبالتالي الخطأ الكاريس اللي احنا شفناه ده مر مرور القرام لغاية دلوقتي ومحدش بيناقش ولا بيتكلم في التفاصيل دي وكأن المسابقة دي مسابقة ودية او بنلعب دورة رمضانية نهرج الى فاصل وبعد الفاصل لقاء هام جدا مع المحلل الفني ورئيس تحرير موقع يا الله كورة الاستاذ كريم سعيد اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية مع النافض الرياضي والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يا الله كورة استاذ كريم منور الدنيا واهلا بيك على شاشة قناة الان مساحية محمد ومساحية لكل مشاهدي قاطنة الان طيب النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتيرة بس عايزة أبدأ معاك الأول بالحدث الأبرز المؤتمر الصحفي اللجنة المنظمة المحلية في قطر والإعلان عن طرح التزاكر والاستقبال للوفود المشاركة وكل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة اللي النهاردة اللجنة المنظمة اتكلمت على بطولة يوم 11 كأس وميداليات بطولة يوم 14 كأس وميداليات والختام مع ريال مدريد بكأس البطولة أيضا وميداليات أكيد احنا قلنا أن البطولة دي واحدة من البطولات الوليدة ليه إنفانتينو وأكيد إنفانتينو بيهمه جدا 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 أنه ينجح كل الأفكار اللي هو بيقدمها للإتحاد الدولي كلمنا على بطولة كنا نسميها بمسمها فعلا الحي كأس الكارات للأندية وبنتكلم كمان على مونديالي الأندية الحديث اللي إن شاء الله هيتلاعب في الصيف القادم في ميامي بأمريكا طبعا أكيد إنفانتينو فكرته في بطولة كاس الكارات للأندية بطولة مستحدثة عشان يتفاد العيوب اللي كانت الناس كتيرة بتتكلم عليها في بطولة كاس العام الأندية بشكلها القديم وبالتالي هو كمان هنا عمل بطولة مثيرة مثيرة للغاية شفنا احنا بنتكلم على بطولة بتتكوى من حوالي ست نهائيات شفنا مثلا مبارس الأهل والعين كانت واخدها زخم كبير جدا جدا محمد من حيث نسبة المتابعة وخلي بقى كلام بطولات الفيفا المباريات اللي بقى مهمة الفيفا بيخليها ده ما تتلعب في وقت مش متوازي مع أي حاجة تانية بالتالي عليها اهتمام واسبط إعلامي كبير جدا فبالتالي أكيد احنا اللي شفناه من الاهتمام الكبير اللي حضر مبارات النادي الأهل والنادي العين في استادة القهرة كان يشوفكوا يعني اهتمام مسؤولي الاتحاد الدولي بقى أدق 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 التفاصيل بداية أنا كنت في الملعب تقريبا للساعة أربعة العصر والمسؤولين هناك ما فيش حاجة مستيبنها فوضع جدا هم مهتمين وبالتالي ده يديك فكرة ويديك مؤشر الشكل فيه الدوحة يبقى عمل إزاي نحن بنتكلم الدوحة هتستضيف أول نسخة من الشكل النهائي للبطولة وبالتالي هنتكلم على ثلاث مباريات نهائية حتى مبارات باتشوكا المكسيكي مع الفائز من بوتافوجو وي وي فلومينيزي أعطوك فلومينيزي قتلتكم منيرو قتلتكم منيرو قتلتكم منيرو وي بوتافوجو المباراة يعني كبيرة جدا 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 بعدها بتلاثة أيام الفائز هيلعب النادي الأهلي إن شاء الله وبعدها طبعا المباراة الكبرى والمباراة النهائية طبعا لزعيم العالم في الوقت الحالي ريال مدريد اللي جاي أكيد طبعا زي الباشا بيستنى هو واخد باي على التسامن دي الأخيرة واخد باي في كل الأدوار هيلعب الفاينال بس في الآخر أنا بكل أمانة شايف إن الشكل الجديد للبطولة دي بكل أمان أفضل ممتع جدا ومريح مريح بكل أمانة تتعرف كمان نظامه ده مميز جدا لبطل إفريقيا خاصة لو أهل لنتائج الأهل في المنديال لو أهل بطل إفريقيا هيلعب المطش دائما في القاهرة خلي باك وبيريح لي أنت القرص عب تساعدك أنت بدلا ما تلعب عدد من أبولات في دورة مجمعة في عدد الأيام قليلة في مطش تلعبه ممكن تلعبه على أرضك في مطش ممكن تلعبه في دولة قريبة منك بس طبعا محمد أنت مقلل شوية من الجهد البدني على اللاعبين وكمان بعد الفترات أنت بتلعب الدور مثلا إذا افترضنا الدور الفاتد اسمه دور التمانية الدور التمانية ده أنت لعبته مثلا في شهر هو في شهر عشرة هتلعب في مطشين بس إذا إن شاء الله ربنا وفقنا وصعادنا في 12 فهو برضو مريح الأندية ومرح الأجندة شوية أنت بتلعب مباراة واحدة بس فأنا بشوف بصراحة اللي فكر فيها فكرة ممتازة وإن شاء الله بإذن الله نشوف بقى النجاح الكامل ده في الدوحة بإذن الله في شرطة مبنزبة النجاح الكامل للبطولة نعم تذكرة مباراة ريال مدريد بتبدأ من متى الريال نعم شايفت تذكر أسعار أيه لا ده الرسمي آه ده الرسمي لسه يبقى على منصة الفيفا ويتطرح ويتشتري اللي هيروح هناك اللي هيروح هناك رسالة عن طريق برنامجك عندوك فرصة عندوك فرصة أن أنتو تردوا اللي حصل فيكو في مونديال الأندية في ماتش بالميرس فاكريين مباراة دي اللي كان في الإمارات اللي كان في الإمارات ماتش السيمي فاينل لما مباراة دي مرش تذكر أه مكانش جمهور الأهلي مكانش لسه متأكد متأهل متأهل اللي تفتكر ساعتها كان أعطاكوا كنا بنلعب فريق اللي هو بتاع عجيري فريق مكسيكي أي وكان وقتها المنتخب واخد لعب للأهلي بحسب عنده الثقة فلما رحنا الملعب لقينا أن جمهور بالميرس واخد تقريبا 80% من الملعب ليه يعني تبرير مسؤولي فيه فساعتها قال لك هم كانوا عارفين هم هيلعبوا مباراة جمهور الأهلي ما كانش لسه متأكد أنت دلوقتي متأكد أنك هتلعب السيمي فاينل لكن باتشوكا والمتأهل لسه الفريق برازيلي لسه مش ضامن فأنتو أول ما تطرح التذاكر خش على طول احجز فرصتك بس ممكن يجي لك رأي تاني يقول لك نحن كده عن نشغل الفريق بتفاصيل ماتش الفاينل وانت لسه بتلعب بالماتش الأولاني لا بكامع ماتش الأولاني بكامع ماتش الأولاني بتاخد أكبر نسبة من الملعب أصلي فاينل أصلي فاينل لأن انت لسه النهاردة جماهير باتشوكا أو جماهير البرازيلي المتأهل للفاينل من قاتل كومانيرو أو بوتفوجو لسه مش متأكدين تلات فرق لسه مش عارفين موقفهم لسه مش متأكدين هم فبالتالي محدش فيهم هيحجز ففرصة لك انت احجز كل التذاكر واملة الملعب وأكيد طبعا هتسيب لهم الربع مثلا أو الخمس من الاستاذ بحيث ان احنا برضو في المباراة دي بقى نرد اللي حصل فيها في مباراة بالميرس لو تفتكروا وبعد كده هتردلك بقى في يوم 18 طبعا ستخد بالك انت كمان جماهير الريال في المنطال العربية كبيرة كبيرة جدا طبعا بس عايزل الحاجة فكت بص يا مبدأ يا محمد انك لعب ريال مدريد مباراة فاينل بطولة القارات الأندي حلو أول موضوع ده ده ممكن موضوع يشغل بالي الناس فينسيك ان فيه مطش الأول يوم 14 لا 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 بالوقتي لا أصيحة خلي بالك البطولة نظامها جبرك جبرك على كده اللي انت ماشي سنة بسنة انت شو بطولة مجمعة فعمال تتكلم عليها ككل وباصس بقى لمواجهة بايم يونيخ أو باصس لمواجهة ريال مدريد أو باصس لمواجهة بارتشلونة لا انت ماشي كل بطولة فعلا وليها كاس يعني خلي بالك النهارة دي الأهلي رسميا هو بطل 3 قرات أوكيانوسيا آسيا أفراقيا ده رسمي ده مسمى رسمي للنادي الأهلي وبالتالي انت عندك مباراتك السيمي فاين هتلعبها مع المتأهل من باتشوك أو من باتفوك أو قاتل الكومونيرو هتاخد بيه كارة جديدة ده هيتعمل كاس جديد بالزبط ولي عليها دائرة القرات كلها نعم وهيظلل بلون معين أي القرات اللي انت تكون كسبتها بالزبط لغاية لما توصل بقى لريال مدريد فاينال كاس الكارات الأول للأندية العالم كله نفكرين ما قشي أهل وليان مدريد لما العام في السيمي فاينال مباراة نتكلم على زخم زخم الكرة المصرية ما شافتوش تاريخين انت لعبت ريال مدريد بس بشكل ودي سواء على مستوى نادي الأهلي ونادي الزمالك أو حتى منتخب مصر أو حتى فريق مكوى من الأهلي والزمالك مع بعض كل المباراة دي كان جميلة أو حلوة كل شيء لكن مباراة تظل في الآخر مباراة ودية لما تلاعب ريال مدريد أعظم نادي كرة قدم في العالم بشهادة كل الناس في كل وقت الحال وفي السنوات الأخيرة بتتكلم على زخم مختلف بتتكلم على تسويق مختلف بتتكلم على شكل مختلف النهاردة محمد نحن النهاردة تتكلم مع مشاجعي براسلين على السوشيال ميديا مشاجعي براسلين ليه لأن انت في كل بطولة بيستحدثها الفيفا النادي الأهلي موجود فيها وبيشارك فيها الحمد لله طيب لو رحت معك لمونجال الأندية نعم وبالأمس الفيفا أعلن رسمي أن القرع يوم 5-12 ربنا أستطف ربنا أستطف لنسه بستنين التصنيف طيب قاعدك للتصنيف الأهلي ممكن يكون تصنيف أول عشان نبقوا قاقعين عشان نبقوا قاقعين احتمال كبير النادي الأهلي هيكون تصنيف تالت 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 طبعا طبعا هتخل دعك تحدي هم لسه خالي بالك مفيش معلومة عن معيار واحد اللي في فتح دمال مفيش ولحد تسريبات نحسبهم نحسبهم انت عندك كان فريف أوروبا 12 تمام ماشي أكيد بنسبة كبيرة جدا ممكن من الـ 12 يتاخد 6 أو 7 يكونوا تصنيف أول قلنوا الصهم يا سيدي قلنوا الصهم 6 تمام دول التمانية لتصنيف الأول جميل هتخش على التمانية لتصنيف الثاني طب انت خدت 6 من أوروبا هتبقى 6 في فرقة في أوروبا انت تصنيفك أعلى منها يعني انت انت ولا بين فيك لأهلي أنا ما عرفش ايه معيار طبعا هتخش على المعيار بتاع كل نادي عمل ايه في القارة عنده بص انا اتمنى انا عن مستوى الشخصي اتمنى انا بكلمك على حتة ايه انا بكلمك على حتة اسماء الاندية اللي موجودة في البطولة الاسماء مرعبة كتوتل نحن بتتكلم النهاردة كمان يا جماعة بوكا والريفر مع يلعبوها ما دول ممكن يبتصنيف أول او حتى في بداية التصنيف الثاني تمام بس هل ولسه عندك برازيل هل سالسبروك النمساو ممكن يعادل أهلي هل ممكن بينفكة يعادل أهلي ما تتعرفش ايه معيار ايه معيار ايه متعرفوش ودائما خلي بالك الاتحاد الدولي دائما بيدي بونس لأندية أوروبا وأمنيها الجنوبية أمور تسوقية وإعلانية على طول لا 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 على طول حتى برضو نتكلم بصراحة لفل اللعب مستوى اللعب مستوى اللعب في أوروبا أمريكا الجنوبية أكبر منه بكل أمان ندر أهلي ندر أهلي بالأرقام عد أسيا عشان نبقى وطحين مع بعض نبقى وطحين مع بعض ونتكلم كلام ووقعي مالوش دعوة بالانتماءات ومالوش دعوة بإننا مصريين وغير نشو لا نتكلم كلام ووقعي كرة الأسياوية في السنوات الأخيرة غير قادرة على منافسة أسلوب لعب النادي الآية عوج التحديد صحيح صح وأبطال المملكة العربية السعودية نتكلم على الهلال والاتحاد كل أمانة في المباراة اللي لعبناها فيه فجوة بطل أوروى ريدز بطل فجوة العين فيه فجوة طبعا العين الإماراتي طبعا العين السنادي مش زي العين عشان برد نكونوا واقعيين العين السنادي مش زي العين السنادي حتى العين السنادي في دولة الأسيا بيعاني ولكن في اللعب في فجوة وبالتالي هنا انت بتروح لفين بقى منافسك الأخيرة مع أنديت أمريكا الشمالية والجنوبية مش كل نأ مهابتين بص الجنوبية عندك بالميراس فلمينجو فلمينسي ريفر بليت جميل أدي أربعة حيعدوك على أين اتنين خليك موقع تصنيف أول خليك ماشي يعني مثلا بنيكلم تصنيف لأ ريفر أنا في وجهة نظر هيحط ريفر مثلا ريفر هيحط ريفر ويحط فلمينجو أو بالميراس 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 في التسنوات الأخيرة في وجهة نظر يمحقق نتائج أكتر من فلمينجو طيب دول تصنيف أول طبعا تروح على قدية أوروبا تمام تشيلسي ريال سيتي البايرن باريس سان جرمان هلعبهم لا ما دون تصنيف أنت لو تصنيف تاني أول مباراة كن مع واحد من دول تمام أكيد طبعا أول مباراة تمام فمتعندك أدي خمسة هو بتروح بقى للسادس ممكن يكون اليوفي أو الإنتر أو بروسيا دورتوموند أو أتلاتكم مدريد كل الأنددي برضو سبقك في التصنيف تمام لا جماعة نتكلم في ريفل تاني خالص ريفل التعايب كنك بزب 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 أنت بتتكلم كأين النادي الأهلي رايح يلعب دورة أبطال أوروبا دورة أبطال أوروبا بكل أمام شكرا بقولك أنا عايزين بواقعيين الواقعية ربما هتفعل أنت في المجموعة محمد هيقامعك فرقتين فرقتين طب ليفل طب ليفل يعني طب ليفل نتكلم على فرقتين مثلا مثلا بقول مثلا ممكن تقع في مجموعة فيها مثلا باريس سان جرمان وريفر بليت أو بوكا جونيورس قابل بقية لو حدي فيهم الاتنين في تصنيفين مختلفين لا وحاجة تانية ده لما يجي كمان يعمل التصنيف الرابع هو يراعي العمل الجغرافي نعم هيبعدك عن فرق أفريقيا صحيح وهيبعد فرق أسي عن فرق أسي يعني عالي هيعمل توزيعة معاك فأنت في الأخ أكيد هتلاع في مجموعة معاك ثلاث فرق فيه اتنين فوجة نظر الشخصية فيه اتنين منهم top level كرة top اللي احنا بنشوفها في التلفزيون والبلايستيشن بس هبشوفه الكرة دي في الجهازين دول ما بنشوفهاش بعين ولو طلعت تصنيف ثالث على حسب وجهة نظرك أو رؤيتك انت ممكن تكون معاك في رئيتي من أوروبا بالضبط ما بقولك أو واحدة من أوروبا وواحدة من أمريكا الجنوية طب الأفضل ايه اتنين من أوروبا والله هيبقى فيه تغيير بص الموضوع صعب فعلا الموضوع صعب ده احب نتكلم يا جماعة تيني level level اللعب ده احنا مش متعودين عليها محمد level اللعب ده صعب جدا عليها انا بس عايز نقف عشان تبقى الناس فهمة ان احنا النادي الاهلي ودى القرى المصرية فين احنا نتكلم فين خصوصا عشان برضو نبقى وقعيين احنا بنتكلم ان منتخباتنا الناشئين بقالنا فترة منتخبات الناشئين والشباب والمتخبات الولمبي طبعا بكل امانة عملوا اعجاز في الولمبياد الاخير بالوصول لشابول يوم بصرع بكل امانة وشابول الميكالي بس احنا بكل امانة القماشة عندنا القماشة عندنا اللمبة الحمراء منورة طيب قبل ما نروح لجزء المتخبات عشان نختم جزئية الامام لان اكيد من الاهلي اعطل عن الرجل القرى انا في وجهة نظر احنا اقوى مع فرقتين توب ليفل الفرقة الرابعة في المجموعة اتمنى تكون من اوقيا نوسيا اتمنى بحيث يبقى عندنا او حتى امريكا الشمالية من اندية امريكا نفسها بس بعيدا مش عايزين نعب ميسي عشان مش عايزين يعني ميسي في المال احيان انت ممكن تكون في مجموعة انتر ميامي ممكن كل شيء ممكن طالما انت ما عندكش معايير خلي بالك لو الفيفا قبل 5 ديسمبر يدينا مؤشر ايه المعايير هنبدأ نشوف بقى ونعمل الحسابات المشارات اللي بيبعتها دايما للاتحادات والاندية لسه مجراش نحن مفيش اي معايير هو اتكلم عليه وبالتالي احنا نزل نحضر نفسنا ليه بنقول ايه worst case scenario او اسوأ سيناريو ممكن يحصل لك انت اسوأ حاجة ممكن تحصل لك انك هتقع مع فرقتين top level وتقع مع فريق متوسط لو فريق الرابعة بحيث انك تلعب معا هيدفك في ماتشين top level تعادل انك عايز تكسب ماتش منهم تكسب ماتش او تتعادل عشان تقدر تلحق بدور الستاشر لان يا جماعة بكل امان يا جماعة بصوا بكل امان ان شاء الله ربنا يكرم نادي الاهل نادي الاهل تأهله لدور الستاشر في البطولة دي ده فوجة تنزه بقى واحد من اعظم من اعظم الانجازات في تاريخ الكرة المصرية دور الستاشر اه طبعا انك تصعد من مجموعة فيها فرقتين top level ما سيقول مثلا معك في مجموعتك مثلا باريس سان جرمان وريفر بليت مثلا يعني وانك تتأهل على حساب حد من الاتنين دول لدور الستاشر ده فوجة نظر الشخصية هيبقى واحد من اعظم من اعظم انجازات الكرة المصرية وتخيل ممكن تبقى تاني في المجموعة وتروح تلعب الستي مثلا او الريال طيب من الموضوع ده انتقل معك لموضوع تاني تفضل وانا حتى قلت ده في الانترو في بداية البرنامج لولا انجازات الاهلي لكانت الكرة المصرية صورتها كانت اسوأ مما نتوقع بالنتاج الحالية نعم جراز الانزار اللي شفناه في منتخبات الناشئين في السنوات السابقة مداش مؤشر للناس اللي بيديروا الكرة في مصر ان لازم تفكر وتضع حلول شفنا الناشئين بتخسر بالخماسية شفنا الولمبي بيخسر من المغرب بسوداسية وانت بتتكلم علي فل بس نحط الموتش ده بس تكتب في التاريخ صح صح مش مختلف معاك مش مختلف معاك بس احب بكل امال المبرادة دي خلينا حسابها انها كانت تحصيل حاصل ده برونزية صح صح مش مختلف معاك بس بكل امالها محمد انت بتلعب على برونزية في لعبة جمعية في العابة الأولمبية مش مختلف معاك ولكن هي انا فوجة نظر لم تفسد من الانجاز اللي عام منتخب أولمبيشي لكن كلمني على مثلا منتخب الوصول كرابع ده انجاز نعم في الولمبياد ده حصلت قبل كده هو الانجاز في الميدالية البرونزية كريمة صح لا تاني معلش بس يا محمد احنا كن نتكلم ان المنتخب ده فعلا 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 ما كانش هو ايه الجيل اللي يقدر يحقق هذا الأمر وكمان ماتش فرنسا بكل امانة احنا الولاد تعبوا فيه جدا طبعا انتها كبيرة جدا 6-0 كبير اوي 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 ومبروك طبعا الكورة المغربية بصراحة عم تافرة كبيرة ويستحقوا بصراحة ويستحقوا بسبب الشغل ما بيشتغلوا فيه تخطيط يا جماعة لكن بكل امانة اللي شفناه فيه مبارات في المنتخب 17 ده انا معاك جدا جدا ده انا نقص خطر ليه لان انت ده هرى بتتكلم على ده المستقب بتاعك ومن فكرة مش في الخسارة شكل الخسارة ده الهدف الثالث والرابع الهدف الثالث والرابع محمد حاجة مؤسفة كوميدية مؤسفة تخيل مؤسفة مؤسفة لابي رأس واحد واثنين ان انت يخش فيك هدفين في منتخب مصر في منتخب مصر واحنا النهار ده عندنا اربع درجات لكورة القدم اربع احنا منتخب 17 سنة بعيدة بقى طبعا تاني انا عرف ان المبرر يتقلم بارح يا حج كريم احنا كان فيه مجموعة من 11 او 12 لعب اعتمدنا عليهم لمدة سنة ونص طلعوا في الاخر مصننين ودخلنا في هذا الموال وبالتالي لجأنا نحن نلعب ده حسب الوصف بالصف التاني اللي كان معنا ده مكانش الصف الاول اللي حنا مختارين طيب ما دي غلطتك ما راجعتش من الاول ليه اول يوم انت بتختار ليه ما عملتش الاجراءات والامور الادارية انت مش شايف ان المشكلة دي اتقررت بقى لها يعني اتقررت كذا مرة في اخر 10 سنين باك المنتخب كابتن محمد عمر حصل مش اول مرة صحيح وخلي باك هي منظومة اسمها التصريحات طلعت في الاولى الاخيرة من بعض المسئولين واللي يقول لك انا كان بيجي تليفون عشان اعين واحد صاحب صاحبي في احد المنتخبات وبعينه وكان فلاني فلاني بياخد منتخب معين عشان يعين برضه هو صحابه وانا عين صحابي وانت تعين صحابك وتبقى الدنيا بقى نشوف لانا مش عين حد مين ما عادي قدام الاخوة اللي احنا عادينا عليها عشان نبدأ انا هو يشتغل النهاردة في اي منتخب مصر للأسف هي دي المنظومة بتاعتنا هو ده شوف بقى تعاني بص على المغرب شوف المغرب بقى لهم عشر سنين عشر سنين مين المغرب بلتطور في كرة القدم منذ تقدمهم لملف استطافة منديال 2006 و2010 من زمان الناس اللي شغالها لعشرين سنة وكملوا على كاس العالم سواء رجال او سيدات او حتى كرة خمسية الناس دي عرفوا النهاردة ازاي هم مميزين في ايه وبيشتغلوا خلي بدأ بكل عدل انت تستحق تاخد التيشرت تاخد الجيرسي وتنزل تلعب ما تستعقش مش هتلعب كل امانة انا مش عايز حبط في الولاد ومصنون صغير وكل حاج بس كل امانة احنا مشكلتنا احنا مشكلتنا انه مفيش السيات اصلا مفيش السيات فتاني بكل امانة فيه التخبات جاية تحت كرة والدنيا تتغير وانا اتمنى طبعا الاصلح وكل شي بس بكل امانة اتمنى والله العظيم محمد اتمنى من كل واحد في الاتحاد الحالي اخر يوم لك اخر يوم لك في الاتحاد بجد بجد والله بجد لازم تعتذر لازم تعتذر على كل اللي حصل في الحب يا أستاذ كريم لو في مسئولية وانت تاني يوم طالع رئيس بعثة نعم اكيد يومك كله قبلها 24 ساعة تشغل نفسك دايما بتفاصيل الصفر بأخبار البعثة بالترتيبات للصفر قبلها بيمكن رئيس البعثة في برنامج على هوا بيقدم برنامجة عادي جدا والفرق مسافرة تاني يوم الصبح ولا في دماغه وبيكلم كمان على العيف في النادي الاهل وبيكلم في مشاكل في الدول وعنده مشاكل في التحكيم تصريح موسيب تصريح موسيب بصراحة حاجة تتصفر بكل امانة انا بيقول لي انا حسيت لما هو قال التصريح دا ان هو يعني احط كوتيشن كده بيغلوش عارف لي بيغلوش ان النهاردة في قضية عندي والنسة تيجي تقول لي يا كابتن ايهاب حصل كذا ويا كابتن ايهاب حصل كذا لا 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 قبل انت ما تسألني السؤال دا انا اخدك بسكة تانية في سكة تانية بسرعة عشان انت قبل انت ما تخش عليها انا خش عليك فبالتالي بكل امانة اللي حصل الحقبة دي اسوأ حقبة في تاريخ الكرة المصرية اسوأ حقبة على كل الاجوة سوأ منتخبات ناشئين حتى ايه ايفين برضو منتخبات اول برضو كان في فترات كتيرة سيئة والحكام القضية انت فتحتها هنا في برنامج وحتى وحتى على السوشال ميدي بتتكلم فترة سيئة لغاية وخلي بالك كل والله سبحان الله كل كلمة بيطلعه حد يقولها او يستبق بيها بتلاقي على طون ربا سبحانه وتعالى بيحطه في موقف مشكلة زي بسا موضوع الفارو موضوع كابتن محمد عيب واللي حصل في الفترة اكيد هنجي للموضوع ده واكيد هنطرح قضية التحكيم لان عندنا تفاصيل النهاردة وهنستعرب اللي اتكتب على السوشيال ميديا كمان ونقش فيه ضيفنا النهاردة لأساس كريم سعيد كل ده هنعمله بالتأكيد ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد والاستمرار في الفقرة الحوارية مع المحلل الفني ورئيس تحليل موقع يالا كورا الأستاذ كريم سعيد والنهاردة هننتناقش معاه في بعض القضايا ولكن من خلال منظور السوشيال ميديا والمنصات اللي موجودة نقلا عن المواقع والأخبار اللي بتتقال بالنسبة لبعض المسؤولين في الفترة الأخيرة نتناقش معاه ونشوف الأخبار دي لما اتطرحت على السوشيال ميديا والمنصات والمواقع الرئيضية اهتمت بيها وبروزتها بشكل كبير جدا خاصة بعد تصرحات بعض المسؤولين من خلال زهورهم في بعض البرامج الحوارية كريم هابدأ معاك الأول نعم بحساب يالا كورا يلا بي وانت عندكم ركسته أكتر على تصرحات محمد فاروق نعم رئيس لجنة الحكام الذي تم قلطه في الساعات الأخيرة نعم بشأن واقعة مباراة الزمالك والبنك الآهل نستعرض معاك الأول أول حاجة معنا النهاردة وهو حساب يالا كورا على منصة اكس نشوف مع بعض رئيس لجنة الحكام السابق كابتن محمد فاروق قال أنا متأكد أن محمد عادل بريء صاحب التسريب ممكن يغير في الصوت أو أي شيء آخر إذا لم تستحي ففعل ما شاء دي تصرحات قالها الكابتن محمد فاروق صوت وصورة طيب ببساطة عشان احنا واضحين كده حكام في مصر لازم يعرفه أن أنت وأنت بتكلم زميلك لماسك غرفة الفار أنت بتكلموش في التليفون بتاع البيت أو في الموبايل أنت بتكلموه في الشغل وفي تسجيلات المفهوضة أن هي مشجلة مصبت خدت بالك كل الكلام اللي أحب نسمعه من حوارات الحكام الملعب مع حكام الفار كلها حوارات صحاب مع صحاب إيه يا ابن أنت بتعمله ده يخربيت عقلك إيه ده لا بتأكد هتدبسنا عارف ناس ما بتشتغلش لا ده فيه ده بقولك إيه ده فيه حاجات ما نفعش تطلع لهو أصلا هاي دي الأزمة هاي دي الأزمة الأزمة أن هم مش محترفين في كلامهم داخل الحتة دي تعال كده ببساطة ببساطة شوف بره في تسجيلات الفار في الدولة الأسباني أو في الدولة الإيطالي أو في الدولة الإنجليزي لما بتعرف الحكام بيتكلم بيتكلم مع زمينه إزاي إنت شايف إيه أنا شايف كوت سلل بس عندي شك إنت شايفها إيه أنا شايف كذا أوكي شكرا جزيلا عارف خدمة العملة مكامة خدمة العملة هم بتتصرفوا كده حكام هنا لازم يتصرفوا كده خدمة عملة قاعدين قاعدة بلدي مش قاعدين إيه يا ابن إيه طب عدلي كده والتالي بيقول له أنت لسمت الخطوط قال لي أم فكك أنا عايز أمش أنا عايز أروع أنا مستعجل خلصنا بقى إيه اللي بالموضوع عايزين نمشي إيه أنت فعلا بتتكلم فعلا فعلا هم واخديني الموضوع محدش علمهم فاكيا محمد فكرها بحاجة أه وسلم شديد أكيد فاكين اللقطة أنا أقولها دي فاكيني صورة الكابتن محمد الحنفي لما جاب التلفزيون اللي 12 بوصة وحطه في الملعب والمخرج وساعتها قلنا إن المصر إن التحكيم المصري بيبدأ أول خطواته في الفار فاكيني الصورة دي ده هو للأسف للأسف ده دفكرنا إحنا ما بنعملش الحاجة صح مهم أول ما بدأوا تنفيذ الفار كان يستلب من كل حكم يجيب معاه شاشة من البيت على فكرة والله بجد شاري التلفزيون على كده فيه وراءه والعيال بقى في بيدي تخنقوا معاه عايزي العابة بلاي ستيشن ما بقى بنومة التلفزيون ساعتين وجاين طيب كلام الكابتن محمد فاروق نعم يعني أنا عايز أقول لك كمان قال لك حاجات تانية قال لك لا أستطيع تبريد شركة تقنية الفار نعم وبالتالي لكل مدام وخلص المضاعة دلوقتي أمام جهة التحيين طب نعم نسلوب هو قال هنا جملة خطيرة جدا من فاشن عن دي اللي هي قال جملة خطيرة جدا 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 هو بيقول أنه تم التلاعب بالتسجيل الصوتي قال لك صاحب التسريب ممكن يلعب يغير في الصوت اه ايا كان انت هنا ببساطة ببساطة حل الموضوع ده من الآخر أن التحاد الكورة كان يطلع التسجيل من عنده شكل رسمي زي ما كل الدوليات في العالم بتاني ويا جماعة بيجيبوا كل أمانة مين فهمكم أن الحاجات دي سرية لم سرية هو مين فهمكم أنا عايز أفهم دي بس أنا عايز أفهم دي مين اللي قال التسجيل الكورة أولا كانت الحكام أن التسجيل الصوتي ما بين حكم الساحة وحكم الفار أمر سري بحت ما ينفعش حد يطلع عليه عارف التسجيل الأساسي الهاردل الأساسي اللي موجود عند لجنة الحكام عرضه يبقى مهم في إيه هنسمع الحوار من بدايته لنهايته عشان نعرف هل اللي اتعرض ده كان منعشة بس بالزبط ولا ده كان قرر في النهاية ما انت برضو غير دلوقتي مش قادر تجزم مين صح مين غلط طبعا الموضوع دلوقتي في جهة التحقيق ده أمر أكيد أنا ننتظر النتائج ولكن احنا بالكلام عن المستوى الفني صحيح اللجنة والتحض الكورة هيا تاني ما بقولك محمد فكرة في إيه احنا جايين نعمل شغلنا معينة احنا أصلا مش عارفين أساسي الشغلان كل واحد بيبتدع شيء وتحس برضو الموضوع في حتة عزة نفس لا 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 مش منحقك يا محمد او مش منحقك الإعلام انه يطلع على التسجيل دي فتحسأله السؤال خطير جدا ليه حاجة غريبة حاجة غريبة وبرضو قال في تصريحاته اتحاد الكورة يعرف جيدا من هو الشخص صاحب التسريف بص بقى ده يرمي على ده وده يرمي على فاكر فاكر ما طلقت معك وقلتلك مشكلة لجنة الحكام في مصر دايما انهم شلل شلت إبراهيم نور الدين شلت محمد فاروق شلت سامير عثمان شلت جهات جريشة كل شلة شايفة ان كبرها لو قاعد على كورسي رئيس سجل الحكام انا هبقى في وضع افضل ليه من اكيد الكابتن فلان اللي انا بحبه هو بيحبني اول ما هيمسك هيجبني معاه محتاجين يحبه بعض شوية وبالتالي لا هم بيدخلوا الامر في شكل تنافسي تنافسي وبالتالي لو حد يمسك التاني مش هيساعد مش هيساعد كريمي مبارح عشان تعرف بس من المجموعة الحالية مش عايزة الخبير الاجنبي وصلوا لمرحلة انا مبارح بتفرج على اتنين المفروض قامات كبيرة في التحكم المصري كابتن جمال الغندور والكابتن عسام عبد الفتاح قاعدين بيبرروا فكرة ان حكم الفار عمر الشناوف ماتش زمالك وسموحة ليه معرضش خطوة تتسلل الاول كان قالك اصلي في مشكلة ممكن يكون فيه عطل دخل مدير برامج الرداء في تلفزيون المصري لالستاذ محمد ابراهيم قالك المخرج طلب منهم خطوة تسلل قالوا لهم ما فيش طب اسألوا طب اللجنة تطلع ترد عارف فكرة ايه لأ احنا عن دافع حتى عن الغلط عشان ما يجيش خبير اجنبي ايوة وخلي بقيت لك كابتن عسام عبد الفتاح قال قال نصيحة واحدة من احلى النصيح اللي انا اسمعتها منه في فترة اخير كابتن عسام عبد الفتاح اللي هي بيقول الكابتن عبد الفتاح من دين بينصحه حاول حاول تقلل من ظهورك الاعلامي شوية طول ما انت رئيس اجنة حكام انا عادت كده عمالة اقراها كتير هو رئيس اجنة حكام لأ كابتن عسام فتاح لما كان رئيس اجنة حكام كان كل شوية كان كل يوم كل يوم بيطلع يعقب على حالة التحكمين ما يجبت ان عسام ما هم تعلموا منك ما هم تعلموا منك هم يعني جابوه من ايه جابوه من برا ما تعلموا منك طب تلاتنبرج اللي انت فضلت لغاية النهاردة عمالة تسوق صورته والأمان انا متفق جدا جدا معاك ان بريرا فشل صح لا خلاف تلاتنبرج ما فشلش تلاتنبرج كان بيطلع هو اللي علمنا كل يوم اتنين نستنى من الساعة واحدة للساعة الاربعة العاصر الفيديو بتاعه اللي بيسكت الناس كلها وبيرضي ولما حاكم بيغلط كان بيطلع يقول ايوة الحاكم ده اخطأ كان المفروض يعمل كذا 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 والأمانة عشنا معاك لاتنبرج افضل سطرة في التحكيم المصري في اخر 10 سنين لكن فعلا زي ما انت ما قلت هم هيفضلوا رفضين الخبير التحكيمي الاجنابي ليه مش خاطر مصلحة الكرة المصرية ابدا مش خاطر مصلحتهم هم احنا يا جماعة نخلي الموضوع ما بيننا انت سنة وانا سنة ونقعد ندور الدنيا مع بعض ونخش من سكة ايه الدولار مش عالف ايه التكاليف طيب انت تشتغل غلط بالزبط كده طيب تعالنا استعرض برضو يمكن تصريح للكابتن محمد فاروق يمكن منصة يلا كورا برضو نشرته وقالت فيه نقلا عن الكابتن محمد فاروق في تصريح خطير جدا محمد فاروق قال بالامس تقرير الحكم ادان جميز في واقعة المصري وعدم معاقبته ليست مسئوليتي حكم كتب تقرير نعم وجميز تحول لجنة انضباط صحيح وتم استدعاوه اكتر مرة ومجاش صحيح فين العقوبة طيب دي ازمة تانية كل اصلا بعيدة حتى عن التقرير احنا شفنا المشهد كان فيه في المشهد في المورا دي ان جميز بالفعل يعني ما يشبه الاعتداء على الحجم الرابع وبالتالي كان لازم ساعتها مابوسة محمد برة الميزة عندهم الحداثة زي دي لو فيه وقعة زي دي على طول بياخد فيها قرار فوري ليه عشان يحجم انك تسيب الموضوع في الدرج بينيم داخل في الاربع شهور وايه سواء بقى الزمالك او اهلي او كله هيفجرة حتى انت في النقطة بتاعة الاخطاء هي الغير الرياضية لازم يبقى قرارك فيها اسرع من قرارك في امور الرياضية ليه عشان يعني ترسي المبدأ للناس كناها تتعلم ده ما يحصلش ده ما بيتمش ده ما ينفع اه احنا ممكن في الماتش نختلف على تسلل مش عارف ده اختلف على ايه بتاع او كيه تمام لكن ما ينفعش احد افراد اي فريق انه يتعدى على حكم حتى انا في مبارات الزمالك وبيراميدز اعتقد في السوبر مباراتي كان فيها بشاكم برضو حصل وقاء ساعة لما كان الحكم بيراجع البانيلتي بتاع بيراميدز وكان في حاجات حصل عند شف مباراتي اه هي الفكرة في حد دي تاني فكرة ان انت بتحل الامور بالتسويف وبتوزل ده امر خاطئ وما بيعلمش حد ان هو يخلي باله في تصرفاته داخل الملحة طب تعال ننتقل بقى الليفل تاني خلص نعم حاجة مختلفة بقى اللي احنا بنشوفه في ال توقع كنا بنتكلم عن المونديال وضوط وروحنا للتحكيم والمنتخبات تعال نغير الصورة شوية وروح لحاجة اجابية تانية عمر مرموش والانطلاق القوية اللي عملها في البوندزليجة السنة دي نعم في الدورة الالمانية النهاردة يمكن صحيفة اسبانية على منصة اكسو يمكن احنا بتكلم على صحيفة دياريو اسبورت ودي صحيفة كتالونية نعم او منصة كتالونية نعم بتتكلم على ان فيه رغبة من برشلونة لضم عمر مرموش طبعا مليون في المية طبعا طبعا انا كواحد بحب برشلونة اكيد بليون في المية مرموش النهاردة تارجت وخلي بالك عايز اقول حاجة مرموش النهاردة ربما كمان يبقى صعب على برشلونة مش سهل صعب طبعا يعني اقول لك الحاجة صحيفة الكتالونية قالت ان اخوانا لابورت رئيس برشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة المهاجم المخاضر روبرت ريفاندبسكي صحيح في السنوات المقبلة صحيح وفكر في حتي نهاردة برشلونة يعني مع لابورت بسبب الازمة المالية الطاحنة اللي بيمر بها برشلونة في السنوات الأخيرة واللي بسببها لعبها كتير مشت بدأ ينتهج سياسة جديدة وهي انه بيشوف اللعيبة اللي بتخلص عقودها مع الاندية فور فري وبيروح يديهم مرتب كويس فبالتالي يبقى هو جازب لهذه النوعية من اللعبين طيب النهاردة مرموش احب نتكلم الناس كلها بره في أوروبا بتسمي مرموش هو النهاردة بالفعل خليفة محمد صلاح هو مرموش النهاردة بيعيش نفس الفترة اللي كان بيعيشها محمد صلاح خلينا نقول مش مع فيرونتينا ولكن مع روما مع روما وبالتالي فطرته مع روما خلته النهاردة يروح ليفر بول وينفجر فالناس النهاردة شايفة ان مرموش لسه ما انفجرش مرموش النهاردة في المرحلة بتاعة محمد صلاح مع روما وبالتالي الحق دلوقتي اختف اختف لان مرموش خلال اعتقد كل الانداج كبيرة في أوروبا هتبدأ تحط سبوت لايت على مرموش بس مش دلوقتي كله منه هم ها يستنوا لغاية اخر الموسم لغاية الموسم عشان يشوف هم هم بيحسب موسم كامل احنا اللي بيبقى مستعجلين شوية ايوه لا ويستنى لغاية الموسم ما يخلص ويحكم على مرموش بموسم كامل شواء الله بإذن واحد احد مرموش كامل بنفس السيستم وبنفس المستوى اللي بيقدمه ده انا بقول لك الصيف القادم انت بتتكلم على خناءة شديدة جدا 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 في المركاتو الصيفي الاندية اوروبا على مرموش وهنا تقول امانا يبقى موقف برشرونا صعب مثلا برشرونا ما اقدرش ينافس ريال مدريد في الرواتب ولا ليفربول ممكن ليفربول لكن مثلا اكيد برشرونا مش هينافس الستي مش هينافس بريس سان جرمان في الرواتب فعليه مستحيل طب تعالوا نشوف الليفربول لان الليفربول لو فكر في مرموش هل ممكن يكون لها علاقة بتجديد تعاقد صلاح ولا لا ممكن طب تعالوا نشوفها بعض كورة بلاس النهاردة على منصة اكس محمد صلاح وخياران على الطاولة وقال المفاوضات مستمرة من اجل تجديد العقد لكن لم يتوصل الى اتفاق حتى الان اللعب يمتلك خيارات اخرى مميزة سواء في الدور السعودي او الدوريات الاوروبية ده نقلا عن احد الصحفيين في شركة سكاي سبورتس وانا معلوماتي صلاح مش هي لها في الخليج طيب انا بحسنها لك ايه طيب خلينا اقولك برضو بعد المعلومات هل لك معلومات كده ولا هل هيقولك المعلومات الخاصة بالمشكلة اللي ما بين محمد صلاح وفي مشكلة او في مشكلة كبيرة جدا ايه المشكلة المشكلة نحن المفروض الساني دي مش محمد صلاح بس اللي عقده بانتاج هبنتكلم عن ثلاث لعبين اردوند وفن دايك ومحمد صلاح طبعا محمد صلاح هو الاعلى راتب فيهم ومفاوضات التجديد مع فن دايك ومع اردوند قائما خلاص اقتربط من الوصول لحسن وهيتم التجديد محمد صلاح حاسس ان هو تركن على جنب شواء او ما كانش فيه جدية فيه بعد ما كتب التويتا على منصة اكس بدأت الناس كلها تتكلم على علاقة محمد صلاح اه طبعا درم عباس طبعا اكيد فبدأت الناس تتكلم فبدأ يفدح كده الكلام عارف اللي هو ايه مش جدي ليه انه واضح جدا جدا دارة ليفربول مشكلتها مع محمد صلاح في ردبه وحتة العائد الفني منه خلاص سنة القدر انا النهاردة هيجيبه الصلاح من ناحية مالية انا عايز اوفر المرتب ده حزبتهم غير حزبتنا خالص بالزبط اكيد طيب اهلا في الجزء الاخير بالتأكيد دلوقتي هنستعرض مع بعض اجابة كل السادة المشاهدين على سؤال طرح نوع في بداية الحلقة نعم وجه رسالة لنجوم المنتخب قبل مواجهة قف فردي الكابتل حسام بلاش مبلغة في الدفاع الفرقيتين في المتناول لعشان تسطر تاريخ لا يمحوا مع الزمن يوصل طبعا يجيب العلامة الكاملة نعم من الست مباريات نشوف رأي تاني معنا شمس الاصيل بيقول عهدناكم رجال فكونوا ابطال اكبر من المسئولية تعليق تاني معنا احمد بيقول اعملوا لعليكم يا رجالة وان شاء الله تكسبوا بالتوفيق ان شاء الله بس انا عايز اعرف لحسن الشحات وامام عشور ما انضموش للمنتخب والله احنا بمسأل زيك يا بحمد محمد فيومي بيقول تمنياتي بالتوفيق والاجادة لاعداد نجوم جدد يكون احتياط استراتيجي للمنتخب في حالة احتياج عنصر او اكتر خلال البطولات القادمة ان شاء الله وتوجيه اعتب لكابتن حسام ابتعد عن الحب والكر في مسرتك مع المنتخب في تعليقات تانية شريف بيقول بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب مصر للكابتن حسام حسن انا شاف التعلاقات كلها بصراحة ايجابية جدا يوحن بيقول بالتوفيق وتكملت المشوار بعد الصعود لنهايات وفرصة للمنضمين حديثا طيب تعليقك كريم سريعا اكيد طبعا يعني العلامة الكاملة للمنتخب شغل ممتاز من جهاز الفن الكابتن حسام حسن مع المنتخب في عينك اربع انتصارات عشر اهداف صفر اهداف مستقبلة كرين شيت اربع مباريات وكلما انا بحيي ان هو في القائمة الحالية جنب مشاكله الشخصية مع عمر كمال وصدق المنتخب وهاخد حق طابس من الصديق العزيز اللي نصح كابتن حسان بالبعض عن الحب والكر طالما انت مدير فن المنتخب مدير فن المنتخب مصر حاجة ومدير فن النادي حاجة تاني صدر كريم سعيد انا وارتنا وشنرصينا سعادة بجودك معنا وحكرة حوارية مميزة جدا في كافة الاتجاهات وكافة الجوانب شكرا جزيلا لديك قادر ان كان حاولنا النهاردة انا ربكم شوية من المشهد في قطر واجتماعات اللجنة المنظمة المحلية ورش العمل في الساعات اللي جاية اخر المستجدات في ملفات التحكيم لسه مستمرين في طرح هذه القضايا واكيد كتابة اخبار جديدة وكواليس مهمة جدا لكل جماهير النادي الالي بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد يتجدد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا